السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا حباب قلبي في قناة ديك البرابر النهاردة ان شاء الله هوريكم فكرة وسيطة وسهلة لعمل ثبت للغسيل او ثبت نلم فيه لعب الولاد يعني لو لعب ولادك مكركبة الدنيا ممكن تعملي السبت دوت تلمي فيه اللعب الفكرة سهلة وبسيطة هنحتاج حلقة من من القرورة بتاعة المياه اللي احنا عملنا منها قبل كده المنشر الداخلي وعملنا منها العياشة او الحافظة قرورة المياه الكبيرة اللي هي المعدنية جي اكبر قرورة مقاسها 18 وتسعة من عشرة لو ما عندكيش قرورة مياه ممكن اي غطط تعالبة كبير تفضيك كده بحيث اللي هو يبقى عامل زي الحلقة وهنحتاج كسود مخدة اي كسود مخدة عندك مش محتاجها وابرة وفتلة بس هي دي الحاجات اللي هنحتاجها ولو عندك دبارة او ما عندكيش ده سلك ده قطعة سلك عشان نعمل منها العلقة بتاعة السبت بتاعنا اول حاجة هنسمي وهنقطع من فتعة القرورة دي حلقة واحدة زي ما عملنا في المنشر الداخلي اهو كده بنقطعها بنخرومها كده بالسكينة الاول وبعد كده بالمقص اهو كده بنقصها دايرا دايرا وبنزبط بس كده هاقصها وحورها اهو يا حبيبي انا قطعت الحلقة بتاعتي قصتها بالمقص زي ما انتم شايفين هاعمل ايه؟ هاجيب كسود المخدة اللي انا مش محتاجاها وهحط الحلقة فيها وحتني على حتني حروف الكسود دي دي كسود مخدة صغيرة لو عايزين تقصروها كمان انا بالنسبالي صغيرة مقصها كويس وحتني الحروف دي على الحلقة كده وحخيط اهو كده بمنتهى السهولة ما فيش اسهل من كده اهو مخيط مخيط بقى مخيط كلها اهو اهو يا حبيبي بعد ما خيطت كسود المخدة في الطوب اللي انا خدته من القرورة وحطيت قطعة السلك اللي عندي عملتها زي علاقة او ممكن اي دوبارة اهو بصوا نعمله تجربة كده نعلقوه ونحط فيه اي حاجة اهو يا حبيبي السبت بتاعي انا علقته زي ما انتو شايفين انا سبت كسود المخدة على طولها هي كسود مخدة صغيرة انتو لو عايزين نتأثروها بس بتايالي هو طولها كده كويس مناسب عشان تاخد كمية اكبر من اللعب او من الغسيل اهو هنحط فيها الغسيل ونشوفها اهو ثبت بتاعنا زي ما انتو شايفين شكله حل و جميل نعلقوه في الحمام نعلقوه في القوضة ورا ورا الباب يعني انا اعطيتكم الفكرة وانتو ابتكروا بقا وابداعوا في الفكرة لو عجبكم ثبت الغسيل بتاعي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة جيك البريب اشوفكم في فيجوهات تانية سالين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة